ترجمة نانسي قنقر منذ أن بدأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية في العام 2017 لكونها الجهة الرسمية المناطبها قانوناً إجراء عملية التقييم للمؤسسات الصحية المرخصة في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين حتى أحدث ذلك ارتفاعاً في مؤشرات التنافسية بين تلك المؤسسات وامتثالها لمجمل الأنظمة والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً في مجال تقديم الخدمات الطبية والمتعلقة بسلامة المرضى والأداء السريري ومكافحة العدوى وإدارة الدواء واستمرارية الرعاية وإدارة المخاطر وغيرها من المقاييس التقنية ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين أداء المؤسسات بحيث تكون مخرجات الجودة متطابقة مع المعايير الدولية بدءاً من اعتماد الحوكمة وكيفية إدارة المؤسسة إدارياً ومالياً ثم أداء الخدمات العملية إلى الأدوية إلى الأجزاء الطبية سلامة المرضى جداً مهمة حتى التخلص من النفايات الطبية كيف تتم وهذه سوينا بالتعاون مع المجلس العلال البيئة جميع المؤسسات التي انخرطت في تقييم الاعتماد تحسن أداءها لعادة الاعتماد من الثلاث عوام السابقة إلى الدورة الجديدة لحظنا ارتفاع واهتمام أكثر بسلامة المرضى ومكافحة العدوى قرار مجلس الوزراء المؤقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالموافقة على مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة انبرت لتنفيذه مسرعة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضمن إطار برنامج زمني تتبناه للخمس سنوات القادمة يشمل المستشفيات التي ينطبق عليها الاعتماد ليتم تطبيقه كل أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع المتابعة السنوية فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للتقييم من ثلاث مؤسسات إلى ست خلال الشهر الواحد إلى جانب رفع عدد القوى العاملة من خلال تأهيل عشرة مقيمين إضافيين معتمدين من مختلف التخصصات الطبية واهتم مجلس الوزراء بنتائج الاعتماد طبعا احنا فيها الفترة وبسبب جاعة الكورونا تأخر الاعتماد وصلنا إلى أربعين مؤسسة معتمدة أمامنا 280 للأمام فركز مجلس الوزراء في توصياته للهيئة بأنه تحسن الأداء وتستوعب أعداد أكبر من المستشفيات فوضعنا هذه الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء وتشمل أن ننتهي من اعتماد هذه المراكز المتبقية ونعيد تقييم المستشفيات خلال الخمس سنوات القادمة مددنا مدة الاعتماد بدل ما تكون الشهادة مدتها ثلاث سنوات مددناها أربع فيعطي مجال للمستشفيات أيضا تحسن وكذلك التعاون مع مدققين من خارج الهيئة بعدد أكبر وتخصصات أكثر حتى نقدر نقطع في أسرع وقت إن التوجه الدائم نحو تطوير إجراءات تقييم واعتماد المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من شأنه أن يخلق بيئة عمل تنافسية بين مختلف الصروح الطبية لتقديم أرقى ما لديها من الخدمات وجميع أشكال الرعاية الصحية من قبلها للمرضى والمراجعين لديها الأمر الذي يبشر بترسيخ مبادئ التميز والريادة في أروقة هذا القطاع الهام ليترتب على ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الصحية إلى المملكة وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة كبرى الدول التي تتميز بجودة خدماتها الصحية واستدامتها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات